أنا أعتقد المشكلة في المنظومة السياسية العراقية دائما تعتمد مبدأ الخطابات الشفاهية ومبدأ دعني أقول لها اتفاقية الجنت الما رجل لرجل لكن في هذه المرحلة بما أنها حساسة ودقيقة تتطلب أن يكون للشخصيات التي تذهب للتفاوض حقيقة أن تكون محصنة بإجماع القوى وهذا يأتي من خلال ما تفضلت بي من ورقم وقع من قبل جميل الأطراف يعني أنا أفضل أن الذاهبين لا يكون فقط السيد هادي العامري هناك شخصيات من الإطار مقبولة لدى السيد مقتدى الصدر وتحضر في هذا الموضوع إضافة إلى موضوعة أنا أقول لا يكفي فقط الذهاب إلى عقد جلسة البرلمان ولكن هناك حقيقة شكل الحكومة القادمة هذا يجب أن يكون يفهم أنه شكل الحكومة السقف الزمنية الموضوعة لموضوعة الانتخابات لكما تعلم طبيعة التغريدات التي كانت تصدر من هنا وهناك كان الحديث يجري عن بقاء حكومة لمدة ثلاث سنوات المتبقي من عمر الانتخابات وبعنى هذا أن مبدأ التسويف والمماطلة حاضر لدى أجند بعض الأطراف لكن كما تعلم اليوم أنه سيد مقتدى الصدر صح أعلن انسحاب من العملية السياسية لكن حضوره أنا أقول المفاجئة كمان أنا من الجميع يكاد يكون في كل لحظة إذا وجد أن هناك عدم رغبة في موضوعة الحال لماذا نتحدث عن ضرورة الذهاب أكثر من شخصية من الإطار التنسيقي إلى الحنانة؟ يعني أولا حتى بالقانون إذا كان هناك شاهدين قد يكون حقيقة موثق إضافة إلى كل هذا نحن دعونا نوسع دائرة الثقة يعني هناك شخصيات بالإطار التنسيقي شخصيات محترمة فلذلك هذا التوسيع يعطي أقولها شكل من أشكال التعضيد لأي اتفاق سياسي طيب ضيفنا السابق سيد وفاء محمد كان من الحزب الديموقراطي الكردستاني تحدث أيضا عن أنه ربما بعد زيارة الأربعين سيذهب وفد متمثل من السيادة والحزب الديموقراطي الكردستاني وإضافة إلى السيد هادي العامري هل ستكون أو سيكون هذا الوفد برأيك تفاوضيا ينهي أو يحلحل من الأزمة السياسية هذه؟ يعني الوفد القادم يجب أن يكون وفد حل وليس وفد تفاهم إشكاليتنا دائما نحن نبحث عن التفاهم دون أن يكون في جعبتنا أقولها أسس للحل السياسي بالتالي علينا أن نقرأ فكر الشريك الذي نبغي التحاور معه ما الذي يريده وأنا أعتقد موضوع التسويف المماطلة الذي تلجأ إلي كثير من القوى السياسية هذا لن يغنينا شيئا حقيقة نحن اليوم أصبحنا حتى تصريح وكيلة وزيرة الخارجية الأمريكية اليوم حينما نشر في بعض المواقع يثبت بأن ضرورة أن يكون يؤخذ بآراء جميع القوى السياسية وأن لا يكون هناك رأي واحد كما تعلم الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للبيت الشيعي ليس كقطب واحد حقيقة وإنما متعدد الأقطاب وكل هذا أهمية في موضوعة التفاوض هنا تحدث عن السيد مقتدر الصدره هي أشارة أشارة صراحة إلى موضوع أهميته كونه زعيم جماهيري وتتحدث أيضا عن إطار التنسيقي كونه يبتلك محصلة بردمانية أنا أقول القوى السياسية في العراق تعتقد أنها الشرعية التي تمتلكها من مقاعد أهلها وأنا أنبه القوى السياسية أكيد هم كلهم مثقفين وقراء تاريخ وعباقرة والعراق يفتخر بهم أتذكر في حديث كان في يوم الأيام للمندوب المفوض البريطاني في موضوع مفوضة قضايا الموصل قال لمصطفى كمال أتاتورك قال له أتاتورك قال له لدينا أكراد في الحكومة قال الأكراد الموجودون لديكم هم يمثلون حكومتكم عليكم أن لا تهملوا حق الشعب والأمة الكردية بمعنى هذا أن حق القواعد الجماهيرية يجب أن يكون حاضرا وقراءة ماهيتها طيب أنا أريد أن أسأل الدكتور الفيلي عن أصل الخطوة خطوة الوفد الثلاثي والحديث عن استجابة من السيد مقتدى الصدر يعني مع غلق الأبواب نتحدث الآن بالإمكان أن يستقبل وفدا ثلاثيا متكون من السادة نيجيرفان بارزاني الحلبوسي مع السيد هادي العامري هل بمجرد قبول سيد مقتدى الصدر بهذا الوفد على أنه مؤشر للحل؟ يعني أولا قبل حتى أن أقول حتى نأسس للحوار عليهم أن يرسلوا بنود النقاط والتفاوض لذلك أقول في ذلك الإطار لا يحرجوا أنفسهم ولا يحرجوا سيد مقتدى الصدر كما تعلم هي المفاوضات شق الطريق كالذي يضع أصبع ديناميت في جبال من الصخور فعليه أن يختار المسار الصحيح لهذا الأصبع الذي يضعه يفجر هذه الصخور الباقية ولذلك حينما يذهبون ويضعون نقاط معينة لما هي آلية المرحلة القادمة في ذلك الإطار أنا أعتقد أن السيد مقتدى الصدر إجمالا هو يريد حل الأزمة لأنه حريص على الدماء العراقية وأنا أقولها بكل صراحة كل طبقة سياسية مسؤولة على التهدئة والوصول إلى نقاط الحل وعدم الوصول لحافات الصدام لذلك أنا أقول هذا يتطلب أن يكون جلسة حوار بين الإطار التنسيقي والوصول إلى مقاربات حقيقية وفتح الأوراق بمكاشفة دون مجاملة هذا الموقف الرمادي عند بعض القوى السياسية في العلن شكل وحينما يدسون لا يستطيعون أن يصلوا إلى نقطة حل أعتقد أعقد الأزمة باختصار ما الذي يناقشه الإطار التنسيقي بهذه الجلسة قبل الذهاب إلى الحنانة يعني أولا يجب أن يضعوا رئيس وزراء غير جدلي يطفئ المخاف والبيت الشيعي فيه كفاءات شخصيات مستقلة كثيرة هذه مسألة إضافة إلى كل هذا أنا أقولها سخف الزمن لذهاب لإجراء انتخابات مبكرة يجب أن لا يتعدى من ستة أشهر إلى تسعة أشهر وبذلك نستطيع أن نحلح للأزمة